وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف مسلحين في جيب إدلب الخاضة لسيطرة المعارضة السورية بأنهم يحتوجون تطهيرا هذا وضف لفروف أن هناك تفاهما سياسيا بين تركيا وروسيا بشأن الحاجة للتفريق بين المعارضة السورية وأشخاص وصفهم بأنهم أرهبيون في محافظة إدلب يأتي هذا خلال اللقاء جمعه مع نظيره السعودية عادل الجبير لينتظر توجهه إلى سوريا للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم في سياق المتصل دعا حلف شمال الأطلسي جميع الأطراف إلى ضبط النفس وذلك بعد تقارير عن تعزيز روسيا قواتها البحرية قبالة الساحل السوري وكتبت المتحدثة باسم الحلف أن روسيا أرسلت قوات بحرية كبيرة إلى شرق البحر المتوسط ومن المهم أن يلتزم جميع الأطراف في المنطقة بضبط النفس وتأتي التعزيزات بالتزامن مع تحضير الحكومة السورية لهجوم عسكري على إدلب آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال سوريا كررت إسرائيل تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في سوريا ومواقع للجيش السوري بعد الإعلان عن اتفاق للتعاون العسكري بين الحكومة السورية وإيران هذا وقال وزير الاستخبارات إسرائيل كاتس أن الاتفاق الذي تم توصل إليه يضع تحت المحك السياسة الإسرائيلية حيال سوريا وهو يتخطى الخط الأحمر الذي رسموه وأكد الوزير كاتس مجددا أن إسرائيل تسمح لإيران بتعزيز تواجدها في سوريا متوعدا الحكومة السورية في حال دافعت عن طهران